أعوذي بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحمن تحليل بي الوحدة العاشرة ملوثات المواد الشعائية راديو اكتي بوليتين ونواصل شرف محتويات هذه الوحدة وفي هذا المقطع نتعرف على أثر الصحي للمواد المشعر وعرفنا هناك أثار صحية مبكرة ومتؤخرة مبكرة ومتؤخرة يعني نوعين من الأثار الصحية زرات الخلايا الحية تتأي مباشرة يعني مرور إشعاعات ألفا وبيتا وكما عرفنا أن ألفا هي ضعيفة لا تخترق الخلايا ولكن تؤينها ويحدث لها تأيوم غير مباشر انتقال طاغة النايترونات إلى بروتونات زرات الهايدروجين عند مرور أشعات قاما والأشع السينية ما يؤدي إلى تكوين نظائر مشعة داخل جسم الإنسان وتؤدي الإشعاعات المنطلقة من هذه النظائر إلى تأيون زرات الخلايا إلى تأيون زرات الخلايا الأعراض المبكرة الناتجة للتعرض لجرعات إشعاعية كبيرة المرض الإشعاعية عند تعرض الشخص إلى إشعاعية زيت عن 1 جري يحدث غير شعور بالغثيان وذلك بعد ساعات من التعرض لإشعاع نقص كريات الدم البيضاء إذا زادت الجرع عن 10 إلى 30 جري تحدث الوفاء الإتابات المعوي يحدث نزيفها إلى الخلايا المعوي إذا زادت الجرع عن 10 جري إصابة الجهاز العصبي المركزي جرعات العالية جدا تحت السلف الجهاز العصبي المركزي إحمرار الجلد زادت الجرع عن 3 جري إصابة الإنسان بمرض إحمرار الجلد ونركز هنا على الكمية الإشعاع التي تسبب هذه النوعيات من الأمراض هنا 3 إحمرار جلد 10 نزلات معوية إلى 30 10 إلى 30 كريات دم و1 جري هو يسبب المرض الإشعاعي الآثار الصحية المتأخذ الإشعاعات وإصابة السرطان أي جرع مهما قلت فإنها تحمل معها احتمالية الإصابة السرطان وتراوح مدة ظهور ما بين 5 إلى 30 سنة نسبة ظهور السرطان عندما يتعرض إلى أشعة ظلمة عدسة العين هي الآثار الثانية المتأخرة إذا تجاوزت الجرع التي تعرضت لها العين 15 ملي سيفريت تقيل قدرة عدسة العين على تركيز الصورة وعدم موضوع في الرؤية إذن هنا الجرع مهمة 15 ملي سيفريت الآثار الوراسية للإشعاعات التعرض إلى الإشعاعات يؤدي إلى تلف الأعضاء التناسلية وهذا بدوره يؤدي إلى تغييرات راسية هناك احتمال حدوث ولادات مشوهة الذين تعرضوا للإشعاعات تزيد عن 1 ملي سيفريت إذن نلاحظ هنا في الجرعات في حالة العين 15 وفي حالة الآثار الوراسية يمكن 1 سيفريت